خلينا نتكلم برضه بشكل مفصل عن حقوق الطفل في النمسة عاملة زي من قانون الطفل يعني اللي بناء عليه لما أي حق من الحقوق دي بيتم التطاول عليه بيضطر اليوغند أمت أنه يتدخل طيب خلينا نقول أن الطفل هنا خط أحمر يعني هو هنا ملك ليه كل الحقوق في البلد طفل هنا دي يعني إحنا يمكن ما تعودناش على كده في بلدنا بس هنا طفل دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة للنمسة يعني أول حاجة ممنوع منعا بتا العنف تحت أي شكل من الأشكال مع الطفل اتنين الطفل منتداء من 14 سنة من حق أنه هو يختار الديانة بتاعته ده حسب القانون الكلام ده مش من عندي أنا ولا من عند حضرتك ولا من عند أي حد ده القانون النمساوي بينص على كده إن من ابتداء من 14 سنة الطفل ليه الحق أنه يختار دينه يعني هو لو قرر أنه يكون بلا دين أو يتنازل عن الدين يصلي يصون يعمل أي حاجة ده هو مخير بالكلام ده ما ينفعش إن إحنا نكبره ونقوله لازم يعمل إيه وما يعمل شيئي من سن أربع المدارس التعليم في النمسة هو تعليم إلزامي للأطفال يعني بنشوف في بلاد كتير الأهل بيقررون الطفل مش هيتعلم أو مش هيروح للمدرسة هنا ما ينفعش هنا الطفل التسعة سنوات لازم إن هو يغضع للتعليم في المدارس لازم يتعلم للفترة الإلزامية الفترة دي الإلزامية بعد كده بقى هو مش عايز يكمل مفيش مشكلة أو الأهل مش هيخلوه يكمل مفيش مشكلة بس الفترة الإلزامية لازم إن الطفل يروح للمدرسة فيها دي مسؤول عنها الأهل طبعا هو شوف الأهل هم اللي مسؤولين عن الطفل هو إمتى اليوجن قامت بيتدخل لما بيكون الأهل مش ملتزمين بالقوانين أو غير مؤهلين لتربية الطفل فيما عادة زلك اليوجن قامت ما عندوش هو الحاس السادة يجي يخبط على الباب ويقوله لو سمحت إحنا حسين إن عندك مشكلة أو إنت ما بتربيش ابنك حلو طول ما إنت بتربي ابنك كويس طول ما إنت عندك في الأسرة الحياة ماشية تمام هو ما يعرفش فما بيتدخلش فاللي مسؤول أولا وأخيرا عن الأولاد هم الأهل فدلوقتي مثلا من ضمن الحاجات إحنا عندنا مثلا في بلدنا لو الولد صحي يتعبان الصبح أو حتى الأب والأم صحي يتعبانين أو جاو بيمطر شوية بره بتقوله خليك نام يا حبيب ما تشرح المدرسة صح؟ هنا مفيش الكلام ده هنا إنت ابنك لو غاب يوم عن المدرسة بدون عزر بجد دي كارسة كارسة فعلا طبعا هما بيطلبوا بيبعدتوا طبعا تأكيد على الموضوع هو كان غايب غايب ليه؟ إحنا عندنا أستهل حاجة غيب من المدرسة وفي ناس بتغيب بالأسبوع بالأسبوعين ودنيا بسيطة هنا غياب الطفل عن المدرسة بيكون مشكلات بيرة بشكل متكرر يعني طبعا فإذن الطفل لازم يروح للمدرسة بطريقة منتظمة فيما عادة زلك معناته أن فيه خلل في الأسرة اللي ما بتودوش الولد للمدرسة من ضمن الحاجات اللي الولاد بيعملوها وبرضو أنا برجع بقول أن عادتنا وتقاليدنا وثقافتنا والأشياء اللي تربين عليها مختلفة ولكن للأسف هو ده الوضع اللي موجود هنا أن الطفل كمان من 14 سنة أو البنت أو الولد من حق أنه يكون لي صديق صديق مش بمعنى صديق صديق ولكن بيمارس معاه علاقة جنسية يكون بينهم علاقة كاملة ده الولد ممكن يقرر يعمل شيء زي دوت الواحد من أول ما بيتم 18 سنة مثلا إحنا عندنا متربين على إيه البنت والولد كمان مش بس البنت بيفضل عايش في بيت أهله لحد ما يتجوز مفيش بنت بتتم 18 سنة في بلادنا يعني دي أنا صراحة ما ممرتش علي بتقول أهلها باي باي أنا رايح أخد شقة وعيش لوحدي عادة دي دي بالنسبة لحضارتنا وعادتنا وتقاليدنا مش متربين عليها حتى صعب تبقى متجوزة وتطلق بترجع بالولد عند بيت أهلها هنا مفيش كده هنا الطفل الولد أو البنت أول ما بيتم 18 سنة وقرر أنه هو يطلع ويستقلب حياته ويعيش لوحده الأهل ما قدرش يقول له ممنوع يعني هي دي ممكن مشكلات متدخلة بين يمكن تدخل الثقافات كارسة هنا وهناك يعني هي دي ممكن المعاناة أكيد اللي بتعاني منها الكثير من الأسر